لم تنتظر الحكومة الإسرائيلية الضغوط الدبلوماسية فباشرت بتنفيذ تهديداتها باستقطاع قرابة 40 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية التي ستحولها لإسرائيليين تضرر من العمليات العسكرية الفلسطينية في وزارة الجيش بدأوا بالعمل على تنفيذ قرار المجلس الأمني المصغر بمنع البناء في مناطق جيم داخل الضفة الغربية والتي كانت الحكومة السابقة سمحت بشطر قليل منها علما أنه كان مطلبا معلنا لحزب الصهيونية الدينية في اجتماع مجلس الوزراء المصغر الخميس الماضي اتخذنا عدة قرارات رادعة ضد السلطة الفلسطينية التي تقدمت بطلب متطرف ضد دولة إسرائيل إلى الأمم المتحدة لإجراءات التي تم اتخاذها تتضمن عقوبات على عدد من المسؤولين الفلسطينيين واقتطاع أموال من الضرائب المخصصة للإرهابيين وإيقاف مشروعات البناء في مناطق جيم لمخالفتها لاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل لقد أقمنا حكومة مختلفة وننفذ سياسة مختلفة وسيرى الجميع ذلك خلال عملنا في الأعوام المقبلة أما تعليمات وزير الأمن القومي إتمار بنكفير لمصلحة السجون بنقل الأسرة فقد بدأت بنقل أسرة من معتقل هدريم إلى معتقل نفحة الأمور لا رائحة باتجاه الحسم يعني حسم موضوع الدول اليهودية على كل أرض فلسطين أنا هذا في اعتقادي هذا اللي رائح هذا اللي صار واضح اليوم ضم الضفة الغربية وضم مناطق سي مناطق سي كان فكرة الضم موجودة سلفا اليوم لا اليوم سيأخذ هذه الخطوات المجلس الأمني المصغر اتخذ قرارا بسحب بطاقات الشخصيات الهامة لعدد من القيادات الفلسطينية التي تحارب إسرائيل سياسيا وديبلوماسيا وزير الجيش يو أف جالانت ذهب لأبعد من ذلك بسحب بطاقات ثلاثة من القيادين الفلسطينيين منهم نائب رئيس حركة فتح محمود العلول ليس بحجة محاربة إسرائيل دبلوماسيا بل لأنهم زاروا الأسير المحرر كريم يونس في عارة في الداخل يرى المراقبون بأن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة لا علاقة لها بما جرى في الأمم المتحدة إنما هي جزء من البرنامج السياسي المعلن للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة